موسيقى موسيقى هو بيستغل له كل الظروف يعني العدلي يقول لك ايه ماتش عندك وماتش عندي عشان استفيد من ظروفي وتستفيد من ظروفي لكن الماتشان ضدي مش هعمل حاجة طيب عشان كده اعتقد فيه طيرة خاصة لسفر الاهل المرة دي لكن شفته خالد علي شفته خالد علي بيقول اللي حصل خد اسبوع قبل مباراة الاهل ولعب المباراة ورجع خد اسبوع قبل المباراة العودة يعني ما لعبش غير ماتش بصوا بيتعاملوا ازاي احنا بقى الماتش اللي جاي حنشوف اللي حصل مع الاهلي وقلتلكم حصل مع الزمالك في نفس البطولة لانه هم عندهم نفس المنافسين الاهلي واحد فبراير اللعب مع الهلال السوداني ستة فبراير الاخيرة لعب مع بيرامدس النهاردة عشرة فبراير اللعب مع الجيش 14 فبراير هيلعب مع المصري 20 فبراير هيلعب مع الزمالك في بوزاب 24 فبراير مفترض مع الزمالك في القاهرة 29 فبراير مع صندوانز يعني هي هي كل تلات ايام مباراة تلات ايام مباراة ايام مباراة والحقيقة لازم تحسب بالشكل الصح اه الاهلي طلب يلعب يوم 29 عشين عشان فيد بين يوم زيادة راح يعني هو بيختار يوم 27 28 29 لا الاتحاد الافريقي بيثبت يوم عشان حق البس هو بيدورها هو اللي بيثبت ما بيديش لانديه حق اختيار يوم لا بينسق المواعيد يعني وفقا لشركات النقل هو بيسيبك تلات ايام ده كان الاول دلوقتي النظام الجديد اه بيثبت يوم طب حتى كنت وزمالك في نفس اليوم ازاي ازاي هتلعب في القاهرة انت وزمالك في نفس اليوم ازا كان الاهل يتقدم ان يلعب في الاستاذ بزياد عددية معينة وكان الاتجاه للمفاقة عليه والتصريحات اللي كانت طلعت هنعمل كل اللازم عشان ندعم اللاهل والزمالك طبعا زمالك تقدم تاني يوم بنفس الطالب في استاذ القاهرة يوم 29 والمباراتين 29 ازاي هم فهو الاتعاد الافريقي لا انا المعلومة دي انت متاكد منها اه تثبيت المواعيد دي حق الاتحاد ما عادش بيدي الاندية حق الفصل طيب ده اللي حصل في مساندتهم للآل والزمالك بالاجندة بص المواعيد المضغوطة بالعكس عنده سافرية كمان للدوحة يلعب فيها مع هيعمل ايه؟ يعني ده معقولة ده منطقي هل ده حاصل مع بقية المنافسين؟ نبص على المنافسين الستة قبل ما نشوف الآل والزمالك هيعملوا ايه؟ المنافسين الستة يلاقي سانداونز اخر اريحية زي ما خالد علي قال لكم بيدلوا اسبوع قبلها واسبوع بعدها دي جنوب افريقيا الدولة المتقدمة اللي عندها امكانيات نظمة كاسعالك سانداونز يا جماعة اول فبراير اللعب مع الوداد المغربي تمانية فبراير اللعب مع سوبر سبورت في كاس جنوب افريقيا وفاز واحد سفر شوفوا لعب واحد ولعب تمانية اسبوع طب لما لعب تمانية مع سوبر سبورت في الكاس راحوا ملعبينه هيلعبوه يوم خمستاشر محافظين له على اسبوع فاصل يلعب تمانية ويلعب خمستاشر مع تشيبا يونيتد في الدوري تخيلوا عشان سانداونز يقابل الاهل بعفيته اتحادوا الكرة في جنوب افريقيا بيلعبوا يوم خمستاشر ويريحوا اسبوعين اربعتاشر يوم عشان يلعب يوم تسعة وعشرين بصوا الناس اللي بتخطط وعندهم دوري وعندهم كاس وعندهم مواعيد متدخلة لا مش مش مسألة تخطيط بس يا سيد زبراهيم هي مسألة هوا انت طالب ايه من قديتك هوا انت فعلا بتدعمها هوا انت فعلا بيهمك الكرة مصرية هوا انت فعلا بيهمك ان البطولات دي بتعلي من شأنك ومن شأن تصنيفك وبيتجيب لك لعيبة دوليين كل ده بيع يعني قالوا زمالك النهاردة لو قدروا يكملوا للفاينال ده حيبقى حدث مصلحة الكرة مصرية فين وتيجي تقول لي عشان ما نأجلش ونتمسل بكلامنا وكل ما يتقال ده فيه اتجاه زي يكون بين في يعني بين في الفضل لا 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 اتجاه لا اتجاه ليه لا اتجاه ليه ما هي ده بالصدفة الماتش ده بين الاهل وزمالك وزمالك متقدم بطلب ما اظنش الاهلي معترض عليه جنوب افريقيا بالمناسبة عندها تلات مسابقات محلية متداخلة عندها الدوري والكاس وكاس الدوري يعني فيه مسابقة كاس جنوب افريقيا بتلعب فيها كل المستويات زي كاس مصر عندنا بس عندهم مسابقة مسابقة كاس بين انديت الدوري كمان بالاضافة لبطولة الدوري الاساسية لكن ومع هذا مدلعين سندون زقوي اسبوعين قبل مواجهة الاهلي وقبل كده اسبوع كامل بين كل مباراة الواحد لتمانية لخمساشر لتسعة وعشر مقدم له الاهلي على طبق من دهب اطلع انا عين الاهلي اجهاد رايح جاي رايح جاي رايح كل تلات يام او كل يومين ونص مباراة عشان اقول انا عندي مسابقة منتزمة وماشي على الساعة بس احيانا ان الساعة بتخرف لما بتحب يوقفوا الساعة بيوقفوها امتى هتسندوا الاهلي والزمالك ان ما كانش هتسندوهم في توقتات زي كده وبنتكلم في قناة الاهلي على انه ده حقل الاهل والزمالك وحقل بالمناسبة اللي بيرامز والمصري اللي بيشاركوا ايضا في الكونفدرالية انه يشاركوا باجندة منضبطة شوية بمواعيد شبهة ادمية انما كل يومين وربع مباراة ده مسألة ما بتتعملش الا من ناس قاعدة في التكييف مش دريانة بالشأن الفني والشأن البدني وصل لفين جنوب افريقيا بتدلع سانداونز بالشكل اللي انتو شفتوه مازنبي بيحصل مع ايه احد المنافسين اللي اشداء في البطولة تخيلوا ان اتحاد الكونغو الديمقراطية وقفلوا الدنيا وهيروح يعمل معسكر عشر تيام في المغرب قبل ما يلعب الرجاء يوم تسعة وعشرين عشر تيام كاملين معسكر في المغرب في البلد اللي حيلعب فيها عشان يتأخلم ويقض راحته ده بعد ما اجلوا له تلات مباريات في الدوري مازنبي لعب اول فبراير مع زيسكو يونايتد الزنبي في دور الابطال ولعب يوم تسعة فبراير مع دوبوتيمو في المسابقة المحلية وحيلعب ستاشر مع سانت إلوي لوبونو يعني لعب اول فبراير تسعة فبراير ستاشر فبراير برضو اكتر من اسبوع اسبوع فاصل بين كل مباراة ثم يطلع على المغرب يعمل معسكر عشر تيام قبل بيلعب مع الرجاء يوم تسعة وشرين شفتوا حرصة على راحتهم بالشكل ده الترج الترج لعب اول فبراير مع شبابة القبائل ولعب يوم خمسة فبراير مع اتحاد المنستير ويلعب يوم تسعة فبراير مع اتحاد تطوين في الدوري يلعب تسعة فيخلوه يلعب بعد تسعة مايلعبش إلا مع الزمالك اسبوع قبل مطش الزمالك في السوبر الافريقي وحيأجلوله مطشين في الدوري قبل مباراة الزمالك في تمانية وعشرين يعني يلعب مطش السوبر مع الزمالك وروحوا مأجلوله مطشين عشان بعد الزمالك يستعد للزمالك بعد الزمالك في الكاس السوبر الافريقي في الدوحة يريح مطشين مايلعبهمش في الدوري عشان يستعد كويس لمجيه وحيستنى في الدوحة مغالبا ويجي لك مدوحة على هين ده اللي حاصل مع الترجي الرجاء الرجاء لعب أول فبراير مع فيتا كلاب بالكنغولي 5 فبراير مع أوليمبي خريبكا 12 فبراير مع الجيش الملكي أسبوع 5 الـ 12 15 فبراير مع المغرب التطواني و20 مع نهضة الزمامرة 5 ايام و6 ايام المدد الفاصل ده برضو مضغوط عدد مباريات زي ما قلتلكم الموعيد بتاعت الرجاء احنا استعرضنا الرجاء هو ده الرجاء شفنا الدول أو الاتحادات شغلت زي ما عنديتها باشمونس طيب وبعدين وبينانا عليه نسمع رأيك